وللتعليق على أبرز ما ورد في تقرير وأهمية قطاع السياحة الصحية في دبي معنا في الستوديو دكتور عثمان البكري مدير عام مستشفى برايم أهلا وسهلا بك دكتور معنا أكد التقرير على أن عائدات قطاع السياحة العلاجية وأيضا عداد الزوار اللي عم بيجوا للسياحة العلاجية في دبي تحديدا هو في ارتفاع مستمر أقيمك لأداء هذا القطاع بشكل عام منذ بداية العام وحتى الآن في البداية سمحيلي أقدم التهنئة لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على دعمه الكامل لمسيرة السياحة العلاجية في الإمارات وخاصة دبي دبي من المناطق الواعدة في العالم لأن تكون الأولى عالمية ليه؟ نقول اللي وصلنا العدد ده في خلال أيام في شهور معدودة أو سنوات بسيطة 320 ألف هذا العام وأنا بقول أن دبي عملها يعني اللي بلان بتاعها أو رؤيتها تصل لـ 500 ألف في خلال العشرين عشرين أنا بقول لا أن المبلغ ده أن العدد ده هيصل خلال العام القادم إن شاء الله ليه؟ لأن دبي تتميز بأشياء متعددة غير متوفرة في دول العالم طيب شو هي هذه الأشياء يعني شو الأشياء التي تتوفر في دبي ويجب أن تتوفر في الدول حتى تكون بالفعل لها مكانة في قطاع السياحة العلاجية نتيجة الدفع والتعاون بين هيئة الصحة في دبي مع علي حميد القطامي والدكتور مروان والدكتور الليلة ومستشفيات الخاصة ازداد عدد المستشفيات الخاصة في دبي لوصل الأربعين مستشفى نعم دبي جميع المستشفيات التي تعمل بدبي معتمدة عالميا وهذه غير معاقية يعني ليس فيها أي تنافس من أي دولة في العالم نعم دي أول ميزة في دبي اعتماد عالميا معناها أنك عندك خدمات متميزة عندك كوادر عالية على كفاءة عالية عندك فنيين عندك أجهزة على أعلى مستوى بالضبط التقنيات والآليات بالضبط تضاهي دول المستشفيات العالمية في أمريكا وفي أوروبا إذن دبي عملت إيه أو هيئة صحة في دبي ساعدت على وصول الكوادر والأسماء الكبيرة في العالم لأن تتواجد في دبي وهذا شيء طيب ويحتسب لهيئة الصحة في دبي نعم وبناء على ذلك المستشفيات الخاصة زاد عددها وبدأ هناك المستثمرين في القطاع الصحي بدأوا يتوفدوا إلى دبي ومنها مجموعتنا هي مجموعة إبراين حصل عندنا يعني ما يعادل أربعين مركز طبي وعندنا مستشفى على أعلى مستوى بيجذب الكوادر الكبيرة من الأطباء نعم مستشفى إبراهيم أو المستشفى الخاصة عامة نقول 320 ألف 320 ألف دلجوم من إين؟ عندنا في الدول أسيا وخاصة الصين عدد المرضى يزيد عن 38% عندنا دول مجلس التعاون الخليجي وعندنا الدول غرب أفريقيا بنسبة توازي 31% عندنا فيه من أوروبا لكن تتخيال المرضى تأتي من أوروبا إلى دبي بنسبة 15% ليه طيب؟ ليه المرضى عم يفضلوا دبي عن الدول الأوروبية؟ تتميز دبي بأشقة كثيرة لأن الأطباء المشهورين في أوروبا يعملوا الآن في دبي رقم واحد الكفاءة العالية والمستويات الخدمة التي تقدم في دبي غير متوفرة عندهم ثاني حاجة للسياحة العامة بالإضافة للسياحة العالجية هذا ما يبغيه المريض الأوروبي وهي توفر في دبي بنسبة ما في الماء جميع المستويات الخاصة في الإمارة دبي عندها كوادر على درجة عالية أنها توفر للمريض ترتيب التأشيرة ترتيب الدخول ترتيب الإقامة بالفنادق تسهيلات تسهيلات متميزة ويشكر على هذا كل جهات الحكومية في دبي وزارة الهجرة عندك الشهون عند إحداثك في وزارة السياحة أصلا ده كلها جهات تتعاون تنفيذ للتعلمية تصبح بسمه الشيخ محمد وبناء على ذلك دبي أنا بقول دبي قريبا جدا ستصبح عاصمة السياحة العلاجية الأولى في العالم كله طيب يعني كلام مهم حضرتك عم تقوله بأنه دبي ستصبح عاصمة للسياحة العلاجية في العالم يعني ربما الأعداد المتزايدة والنمو المستمر في هذا القطاع يدل على أن دبي تمشي في خطة ثابتة نحو ذلك لكن ما الذي يضمن بالفعل تحقيق ذلك؟ ما هي الخطوات التي يجب السير عليها في هذا القطاع؟ دبي يتعمل كالتالي صرفت ما يبلغ مليار دولار للتسويق للسياحة العلاجية بإمارة دبي في دول غرب أفريقيا وفي دول خاصة تميز به نيجيريا وغانا وبالتالي وصلنا لهذا العام ما أقرب من ستين ألف مريض من أفريقيا دبي والسياحة العلاجية في دبي وعندك في وزارة السياحة وهي السياحة في دبي عملوا إيه؟ عشان نوصل للأعداد ديت للأمل المطلوب اللي أنا بقولها هتوفر يعني في سنة في عشرين عشرين أنا بقولها هيبقى مليون مش خمسمية ألف النتيجة دي نتيجة إيه؟ نتيجة عمل واجهة كبير من جميع الجهات يعني متناسخ مع البعض هيئة الصحة في دبي بتقدم الفعاليات داخل دول خارج إمارة دبي بترتب المؤتمرات المعارض الصحية العلاجية للتسويق للمستشفيات دبي في غرب أسيا في الصين في أفريقيا في دول الخليج نحن دلوقتي نستقطب المريض الخليجي أنا عندي من دول الخليج عدد المرضى يزيد يوميا وليس شهريا نتيجة للقدمات ونتيجة الأجهزة نعم دبي فيها كفاءة غير متوفرة فيها قدرة فيها تميز بالتسهيلات بين الجهات الحكومية نعم إذن الدكتور عثمان البكري مدير عام مستشفى برايم يعطيك العافية شكرا جزيلا لك بسرطة موسيقى موسيقى موسيقى